شارك وفد أردني في المؤتمر السادس الذي عقده الفاتيكان مؤخراً في الجامعة الأربانية البابوية حول الأزمة الإنسانية في سوريا والعراق بحضور الأب خليل جعار رئيس جمعية رسل السلام والأب رفعت بدر مدير المركز الكاثوليكي والسيد وائل اسلمان مدير جمعية الكاريتاس والسيد عمر عبوي مدير المشاريع في الجمعية وممثلين لأكثر من خمسين منظمة خيرية كاثوليكية ومجالس الأساقف المعنية ومؤسسات كنسية ودينية تعمل في سوريا والعراق والدول المجاورة لهما وتطرق سفير الفاتيكان في الأردن والعراق المطران ألبرتو أورتيغا مارتن حول الأوضاع الحالية في العراق والأمال المعقودة في المستقبل وقال في حديثه عن الأردن إن حكمة القيادة الهاشمية هي سبب استقرار الأردن الذي لم يوفر جهدا في استضافة اللاجئين وتقديم العون المتكامل لهم مبينا أنه رغم تحمل هذا البلد العبء الكبير في المنطقة على مدار الأعوام الأخيرة إلا أن ذلك لم يمنعه من حمل رسالته الإنسانية من جهته قال رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إنه بعد ثماني سنوات من الصراع فمن الضروري البدء في إعادة البناء والتشجيع على العودة الآمنة للاجئين إلى مكان سكناهم الأصلية وفي الختام التقى المشاركون مع قداسة البابا فرنسيس الذي أعرب عن قلقه الكبير من الصراعات التي تدمي المنطقة منذ سنوات طويلة داعيا إياهم لتسخير أنفسهم لخدمة السلام من خلال إنهاء الحلو اشتركوا في القناة